شاهد لحظة خروج ريان من البئر رسميا مباراة المتخب الوطنية ضد الكاميرون ستعاد في ملعب محايد وهذا هو موعدها هذه هي شروط منحة البطالة هي موضع واخرى صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعية غابت عنها المعلومة الرسمية فأخذ منها سماسرة الوهم الافتراضية ملاذا لجذب المتابعين وجمع عدد كبير من اللايكات وذلك بخلق فبركات اعلامية تلعب على وطر عاطفة الناس التواقة للمعلومة الغائبة ولو على حساب القيم والاخلاق اخبار الكاذبة اخبار مزيفة وصناعة الوهم كما تفضلتم بالنسبة للرأي العام الجزائري هذا خطر كدير جدا يعصف بصناعة الرأي في الجزائر وربما يحدث بعض الانشطاقات داخل المواطنين وانسح القول يحدث ما يسمى زلزال اجتماعي داخل المجتمع الجزائري غياب دقة المعلومات على هذه الفضاءات تستوجب على المتابعين دقة التحر منها وعدم تصديق كل ما ينشر يقول المختصون مع ضرورة ضبط هذه المواقع بتشديد العقوبات على مرتكبيها كونها تدخل في خانة الجرائم الالكترونية الفضاء السيبرياني انسح القول الجرائم الالكترونية الآن أصبحت ترتكب جهارا نهارا يجب الآن أن نضع قوانين ونضع كذلك الجزاء الذي يكون ملاتبا للجرائم الالكترونية وأتجد يكون بعض الناس تصنع الأوهام ليس كل ما ينشر يصدق مقولة يجب أن يدركها جميع رواد هذه المواقع فغالبا ما كانت هذه الفضاءات أدواتا تستعمل لبت الفتن والشك في نفوس الناس وهي اليوم تشكل مصدر ربح سهل وسريع لعدمية ضمير الذين يستثمرون في مآسي الناس ومشاغلهم ما يستدعي التحر والتأكد قبل إصدار الأحكام أو تبني أي قناعات